كل انطباعك عن الخضار العضوي غلط الخضار العضوي الأورجانيك بيتسوق له بطريقة مخدعة شوية وعادة بيتباع بأسعار أغلى وده الكذا سبب أبسطهم إن الزراعة العضوية تكلفتها أعلى وإنتاجتها أقل من الزراعة العادية في ناس بيبع عندهم استعداد إن هم يدفعوا فرق التمن ده وده علشان هم مؤمنين إن الخضار العضوي صحي أكتر طعمه جودته أعلى ومستدامه بيحافظ على البيئة تعالوا مع بعض نمسكها نقطة نقطة ونشوف إذا كان الكلام ده صحيح سواءً الزراعة أورجانيك أو لأ بنستخدم أسمدة وبنستخدم موبيدات بس الفرق إن في الزراعة الأورجانيك لازم تكون من مصدر طبيعي غير مصنعة وفي الزراعة التقليدية ممكن نستخدم مواد طبيعية أو صناعية السؤال هنا هل شرط إن لو المادة مصدرها طبيعي إنها تكون صحية؟ الإجابة لأ أبسط مثال سم القفعة أورجانيك بس يموت وفي موبيد مشهور جداً في الزراعة العضوية وزيت النيم بيجي من شجرة النيم اللي تم منعه تماماً في المملكة المتحدة لأنهم أثبتوا إن المادة الفعالة فيه بتسبب مشاكل في الدماغ وفي الكبد عند الأطفال فنقدر نقول إن بالنسبة للصحة طريقتنا الزراعة متساوين تقريباً نيجي للنقطة الثانية الجودة والطعم لازم نعرف إن النبات ما يقدرش يمتص أي عنصر بصورته العضوية لازم ينحلل السورة المعدنية الأول فلما نيجي نضيف سماد عضوي للنبات النبات مش هيعرف يستفيد بيه إلا لما الماكروبات تشتغل عليه وتحلله للسورة المعدنية في حالة الزراعة التقليدية إلى جانب إضافة السماد العضوي بنضيف أسمدة معدنية يقدر النبات يستفيد بيها مباشرة وده اللي بيخلي الإنتاجية أعلى جودة الخضار وطعمه بيعتمد حصراً على صحة النبات بغض النظر عن مصدر المعدن لو النبات متغزي كويس عنده ظروف بيئية مناسبة ومفيش أمراض هيكون الخضار جودته عالية وطعمه جميل أموال المشكلة فين؟ المشكلة لما اللي بيزرع هيكون مش فاهم تسميد ومش فاهم مكافحة المواد غير مصرح بيها وده سواء كانت الزراعة تقليدية أو عضوية فأنا هدي طريقتين الزراعة نفس الدرجة بالنسبة للجودة والطعم نيجي بقى للنقطة الأخيرة الاستدام مفيش خلاف على إن الزراعة العضوية انتاجيتها أقل بكتير من الزراعة التقليدية وده معناه إننا عشان نزرع نفس كمية الأكل هنحتاج أراضي زراعية أكتر بكتير وده بيقدل تدمير أكبر للبيئة والتنوع الطبيعي للنباتات والحوانات واستهلاك موارد أكتر بكتير للري والتسميد والمكافحة وده اللي يخلي الزراعة التقليدية تكسب في نقطة الاستدامة نستنتج من كده إننا في أضعف الإيمان ما نقدرش نعمم ونقول إن الزراعة العضوية أحسن من التقليدية لكن خلينا الفت نظرك إن في المتين سنة الأخيرة عدد البشر انفجرت ولو الزراعة ما تقدمتش بنفس المعدل هتكون النتائج كارثية طب الزراعة المائية إيه وضعها في الموضوع ده؟ الزراعة المائية ممكن نستخدم فيها يسميدة معدنية أو عضوية بس مش كل الدول بتسمح بترخيصها كزراعة عضوية أمريكا مثلا بتسمح لكن أوروبا لا أما في مصر حسب قرار وزارة الزراعة رقم 169 ساعة 2021 قانون الزراعة العضوية يحذر استخدام الزراعات المائية قلنا في التعليقات بلدك بتسمح بترخيص الزراعة المائية كزراعة عضوية ولا لا؟ خلينا نشوف أما منحس الصحة للمستهلك فهي ينطبق عليها نفس الكلام زي الزراعات الأرضية لو المهندس فاهم ومستخدم نسب أسمدة صحيحة وبيتبع التعليمات المكتوبة على عبوات المنتجات اللي بيستخدمها هيكون النبات صحي والطعم والجودة هيكونوا أعلى حاجة والزراعة المائية فيها ميزة الدقة العالية في التسميد مقارنة بالزراعة الأرضية وبيكون المهندس قادر يحلل المحلول بشكل دوري بحيث يشوف النبات بياخد إيه وبيسيب إيه فيفهم هو محتاج إيه بالزبط وده بيخلي الانتاجية والجودة أعلى من أي زراعة تاني فأنا بقول أن الخضار المزروع بدون تربة من حيث الصحة وجودته وطعمه زيه زي الزراعات الأرضية بيعتمد على اللي زرعه أما من حيث الاستدامة فالزراعة المائية انتجيتها أعلى لوحدة المساحة ولو تم تدوير مية الري هتستهلك مية وأسمدة أقل بكتير من الزراعات الأرضية وده اللي يخلي الهيدروبونيك يغلب أي طريقة تانية في نقطة الاستدامة في النهاية سواءً اخترت تزرع خضار عدوي أو تقليدي أو مائي المهم إنك تمشي على القواعد مظبوط ولو أنت مهندس صغير شغال في مزرعة ما تخليش حد يضغط عليك تعمل حاجة أنت عارف إنها غلط دي مسئولية كبيرة وممكن تظلم ناس مش هتعرف تستسمحهم بعدها قولولي في التعليقات إيه نوع الزراع اللي بتميلوا لي أكتر ولو عندكم أسئلة كتبوا هالي تحت وهرد عليكم ما تنسوش تدعموا القناة عشان نوصل الوعي الأكبر عدد ممكن يمكن نعمل فرق أشوفكم الفيديو الجاي